بسم الله الرحمن الرحيم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وفهما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثلاثاء العاشر من الشهر الخامس من عام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتابي تفسير السعدي رحمه الله وأيضا عمدة الأحكام الشيخ عبدالغني المقدسي رحمهم الله شاكرين للجميع الحضور وللإخوة المرتبين ولا شك أن العلم ونشر العلم واستثمار ذلك في الحرمين الشريفين واستثمار اللغات والترجمة والتقنية والإعلام في نشر هذا الخير لهو من أعظم أبواب الأجر نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضله وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه نعم فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآيات فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب فقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي إن كان ذلك ممكن والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات فضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور أي حائط منيع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب وهو الذي للمنافقين فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون تضرعا وترحما ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم قالوا بلى كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة بل فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين حتى جاء أمر الله أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة وغركم بالله الغرور وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره حسنتم من حسن الجزاء والعاقبة حيث إن نورهم يسعى بين أيديهم نور الإيمان والعمل الصالح يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويبشرون بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ذلك الفوز العظيم لما ذكر حال المؤمنين ناسب أن يذكر حال غيرهم ليرى القارئ والمخاطب ومن أزل عليه هذا القرآن ومن بلغه هذا القرآن ينظر الفرق بين الحالتين ليعرف المصير الحقيقي الذي ينتظره فإن كان مؤمنا لقي النور والبشائر والفوز العظيم والجنات والرضوان وإن كان غير ذلك كافراً والعياذ بالله فإنه من أهل النار وهناك صنف ثالث وهم المنافقون كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين يظهرون الإيمان والعمل الصالح لكنهم يبطنون في قلوبهم غير ذلك والعياذ بالله إما من الكفر أو عداوة المؤمنين أو تربص الشر بهم ولهذا ناسب أن يذكر حالهم فليس كل من عاش مع المؤمنين في الدنيا مصيره مصيرهم وإنما يأتي الفرق بالإيمان أو النفاق والكفر والعياذ بالله وهنا شبى حال المنافقين أما الكفار فمصيرهم واضح ولكن قد يكون من الناس من يعيش مع المؤمنين وقد يسخر بهم ويستهزئ بهم وقد نسي العواقب حينما يأتي يوم الجزاء فهنا مشهد من مشاهد يوم القيامة يصور هذه المواقف العظيمة لأهل الإيمان ولأهل النفاق ليكون ذلك مدعاة إلى الالتحاق بركب الإيمان والحذر من طريق النفاق والمنافقين والكفر والكافرين النفاق في اللغة هو الخروج والانتقال ومنه نافقا اليربوع التي يعملها ليهرب حينما يأتي أي شيء يخيفه أو يمسك به يضع نافقا بمعنى جدار رهيف جدا كأنه من داخله محفور هو يراه والذي من الخارج لا يظهر ولا يبين وهو غشاء الرقيق من التربة يستخدمه اليربوع والجربوع إذا دهمه أحد أيًا كان إنسان أو غير ذلك من أعدائه فإنه يجعل له هذه النافقة رهيفة يخرج منها ينتقل منها من حاله التي يأمنها إلى حال يبحث فيها عن الأمان حال الخوف وهذا مناسب للمعنى الاصطلاحي فإن النفاق إظهار إظهار الإيمان وإبطان الكفر أو إبطان ضده والعياذ بالله ويدخل في هذا عداوة أهل الإيمان والسعي في الإفساد والوقيع بينهم وما إلى ذلك من أحوالهم هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر أو هو حالة تستقر بالإنسان لها ظاهر وباطن الظاهر في الأعمال للناس أنه منهم هو مؤمن وهو في قرارة قلبه والعياذ بالله يبطن غير ذلك فهؤلاء مصيبتهم على الإسلام عظيمة وجزاؤهم وإن أمنوا في الدنيا لكن جزاؤهم في الآخرة العذاب والعياذ بالله بل هم أشد من الكفار وأخطر على المسلمين من الكفار لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا النفاق نوعان نفاق اعتقادي يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بها ونفاق عملي نفاق العملي هو ما دون ذلك وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفات المنافقين وجاء في ذكر صفاتهم في القرآن الكريم يراؤون الناس من الإنسان بالنفاق ويؤدون الزكوات والصلوات والحج والصيام ويجاهدون مع المسلمين ومعها ذلك لم ينفعهم فعلى المسلم أن يحذر من سلوكهم سواء أكان عمليا وأخطر ذلك ما يتعلق بالاعتقاد والعياذ بالله وهو بغض المؤمنين وإضمار العداوة لهم والكيد لهم فهذا حالهم في الآخرة يحجبون النور الذي يؤتاه المؤمنون في موقف القيامة ويكون ذلك عند الصراط يوم يقول المنافقون والمراد واذكر يا محمد الذي أنزل عليه القرآن واذكر أيها النبي أو المعنى الثاني معنى العموم وهو أعمل المخاطب وهو القارئ والتالي والسامع ومن يبلغه هذا القرآن يوم ترى فتكون يوم يقول المنافقون إعرابها بدل أو عطف بيان ليوم ترى المؤمنين يوم ترى المؤمنين يوم يقول المنافقون كأنها بدل منها من يوم ترى أذكر يا محمد لقومك أو اذكر أيها المخاطب أهوال يوم أهوال يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا والنفاق لا أختص بالرجال كذلك قد يكون من النساء من يقعن في النفاق والعياذ بالله يقولون للذين آمنوا هم الآن بين موقف عظيم وموقف عصيب بين موقف فوز المؤمنين ونورهم وبشراهم وبينهم يعيشون في الظلمة والعياذ بالله ظلمة النفاق وظلمة العداوة للمؤمنين وهذه حسية مع كونها معنوية لأنهم يحتاجون النور في اليوم العصي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أي المؤمنون الذين أخلصوا الإيمان بكل ما يجب الإيمان به وحققوا شروطه وأركانه وانتفت عنهم موانعه يقولون انظرونا وقد قرئ بقراءتي انظرونا من النظر وهو المشاهدة هو البصر وأنظرونا أنظرونا يعني أمهلونا انتظروا علينا أعطونا من نوركم وكلا القراءتين صحيحتان وأيضا مفهومتان وواضحات في المعاني وكلاهما معنى معتبر انظرونا من النظر وهو الإبصار وهذه قراءة زيد بن علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة وهي قراءة زيد وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة انظرونا عفوا قراءة الجمهور انظرونا وقراءة زيد ومن معه انظرونا والفرق بينهما باللفظ والمعنى اللفظ الهمزة وهمزة واصل في انظرونا ومن النظر ثلاثي وليس رباعي كأنظرونا يعني أمهلون فإذا نقول أنظرونا أي أبصرون أو انتظرون يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يساقون إلى الجنة والنعيم والفوز كالبروقي الخاطفة وأيضا على ركاب تزف بهم وهم مشاه أو متعثرون أو يكون المعنى انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فسطع منها نور الإيمان فيستضيئون بالنور الذي بين أيديهم فانظرون من هذا الواجه انظرون من باب الحذف والإيصال لأن النظر بمعنى الإبصار وهو ثلاثي نظرا لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بعلها تقول نظر إلى كذا ولهذا أنظرونا لها أيضا وجه قوي وهذان المعنيان على قراءة الجمهور فإنهم قرأوا أنظرونا أمر بوصل الهمزة وضم الضاء من نظر الثلاثي والقراءة الثانية أنظرونا بقطع الهمزة وكسر الضاء من أنظر الرباع أي أنظرونا وأخرون لأن الإنظار الإمهال على أن نتأنيهم في المضي ليلحقوا بهم إنظار لهم وإمهال انتظرونا يعني نمشي معكم نذهب معكم نستضيء من نوركم أي تأخروا لأجلنا ولا تسرعوا في مضيكم لكن هيهات أقعدهم نفاقهم وأظلم عليهم سوء أفعالهم والعياذ بالله يقولون أنظرونا أو أنظرونا نقتبس من نوركم لماذا أنظرونا لماذا أنظرونا يريدون أن يقتبسوا من نور أهل الإيمان أي نستضيء منه ونمشي فيه معكم وأصله اتخاذ القبس أو المشعل وهو شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمقباس ومنه أي شيء يضيء كالشمعة أو غيرها وقيل نقتبس من نوركم أي نأخذ من نوركم قباسا سراجا وشعلة فإما أنكم تنتظرون أو تنظرون نقتبس مباشرة أو أعطونا شعلة من نوركم نستضيء بها وهذا وذاك هيهات هيهات قيل قيل الجواب هم طلبوا لا فيأتي الرد عليهم بل هم سألوا وطلبوا فيأتي الجواب عن طلبهم وسؤالهم قيل ما للقائل إما الله عز وجل وإما المؤمنون وإما الملائكة الذي يقول لهم ارجعوا وراءكم طردا لهم وتهكما بأفعالهم إما يكون الله عز وجل أو الملائكة أو المؤمنون لأنهم طلبوا المؤمنين فرد عليهم المؤمنون وكل الأقوال سائغة والذي يظهر أنهم المؤمنون لأنهم هم الذين سئلوا فالآن يريدون أن يردوا وأن يجيبوا قيل ارجعوا وراءكم ارجعوا إلى الموقف الآن الناس أنت في مشهد القيامة الناس كلها مجتمعة في هذا الموقف العصيب فيأتي الإيمان لينير طريق أهل الإيمان ويأتي الظلام ليعتم على المنافقين والكافرين والعياذ بالله ارجعوا وراءكم إلى الموقف قبل أن تأتوا إلى الصراط واجتيازه فالتمسوا نورا ارجعوا شوفوا هل يكون هناك نور أو لا أو ارجعوا إلى الدنيا لتنظروا سؤى أفعالكم وهيهاتا أن يحصل لكم نور منها أي اذهبوا ارجعوا تبكيتا لهم فاطلبوا نورا فإنه من ثمة يقتبس أو يرجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل مبادئه من الإيمان والعمل الصالح ولن يجدوا خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف اليوم يوم القيامة يوم الجزاء يوم الحساب والمعنى أن الله عز وجل أو أن المؤمنين أو أن الملائكة تقول للمنافقين حينما يطلبون الإنظار والنظر ليستضيءوا من النور تقول زجرا لهم وتهكما بهم ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور أين أخذ المؤمنون النور أخذوه في الإيمان نور الإيمان والعمل الصالح في الدنيا في أعمالهم الصالحة واليوم يستضيئون بنور هذا الإيمان فالتمسوا واطلبوا هنالك نورا لأنفسكم فإنه من هنالك يقتبس وقيل المعنى سواء كان في الموقف أو في الدنيا ارجعوا إلى الدنيا هذا المعنى الثاني فالتمسوا النور بما التمسناه نحن يوم كنا نؤمن ونعمل الصالحات بإيمان وصدق وسلامة قلب لم نبطن شيئا ونظهر ضده كما فعلتم وقيل القول الثالث الآن أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة تهكما بهم تجد الإنسان مثلا الذي يقصر في عمل في طلب مثلا نجاح في الدراسة فيرى المتفوقين الممتازين فيقول لهم كيف فعلتم كذا فيقول ارجع وراءك تجد تجد الامتياز مثلا تهكما به لأن عملك فيه تقصير لم تبلغ به هذه الدرجة التي بلغناه وهكذا من فاته مثلا مال أو خير أو عجز عن طلب شيء فيقال مثلا اجلس في بيتك عشان تجد الماء تهكما به ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك إذن هذه ثلاثة معاني ظاهرة لله الحمد والمن في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يصور هذا المشهد أنه قال بين العباد يوم القيامة عند الصراط إذ غشيتهم ظلمة يقسم الله النور بين العباد فيعطي الله المؤمنين نورا ويبقى المنافق والكافر لا يعطيان نورا كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير لا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن فيقولون انظرونا أنظرونا نقتبس من نوركم فيقولون لهم ارجعوا حيث قسم النور ثمتع يعني في الموقف هذا يؤكد المعنى الأول الذي ذكرناه يعني ارجعوا إلى الموقف فالله عز وجل يعطي النور للمؤمنين ويحرم النور المنافقين والكافرين فيرجعون فلا يجدون شيئا فيرجعون وقد ضرب بينهم بسور اذا رجعوا يبحثون عن النور ثم ارادوا ان يلحقوا بالمؤمنين ثانية خلاص واذا فيه سور يفصل بين المؤمنين والمنافقين فضرب بينهم بسور بسور له باب ضرب بينهم بسور له باب ايرجعوا خائبين خاسئين وتنحوا عننا فالتمسوا نورا اخر وقد علموا ان لا نور لا نور لهم ولا نور وراءهم وإنما قالوه تخييبا لهم او ارادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكما به وحاصلوا المعنى انه في ذلك اليوم العصيب يقول المنافقون والمنافقات ايها المؤمنون الذين نجوتم بايمانكم بربكم وفزتم برضوانه حتى دخلتم فسيح جناته انتظرونا او انظرونا نلحق بكم ونقتبس من نوركم حتى نخرج من ذلك الظلام الدامس والعذاب الاليم الذي نحن مقبلون عليه فيجابون بما يخيب امالهم ويلحق بهم بل يلحق بهم الحسرة والندم كما قال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا من حيث اتيتم واطلبوا لانفسكم هناك نورا فانه لا سبيل الاقتباس من نورنا الذي كان بما قدمنا لانفسنا من عمل صالح وإيمان والدخر لنا من الجزاء فهيهات هيهات ان تنالوا نورا إذ لا ينفع المر حينئذ إلا عمله وإذا فات الأوان لا ينفع البكاء ولا العويل صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب إذا حلب الإنسان الضرع فلن يستطيع إرجاع فهذا التعجيز مثل رجوعكم أيها المنافقون إلى الدنيا لتأخذوا من العمل الصالح كما يرجع اللبن إلى الضرع وهيهات هيهات نعوذ بالله من سخطه وأليم عقابه ولا يخفى ما في هذا التهكم بهم والاستهزاء بطلبهم جزاء وفاق لأنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا فعاقبهم الله عز وجل بالجزاء بمثل صنيعهم قال الله يستهزئ بهم وهذه من الصفات التي تطلق تطلق في حال الاحتياج إليها فالله يستهزئ به سخر الله منهم لكن ما يجوز أن نطلق على الله وأن نصفه بالساخر أو بالمستهزئ إلا بقرنه بحال النفاق أو الكفر نقول يستهزئ بالمنافق بالكفار الله يستهزئ بهم وهذا هو الضابط في هذه الصفات لأنها تأتي في مقابل صنيعهم فهي صفة كمال لمن يعاملهم بمثل صنيعهم وهذا هو الاستهزاء الحقيقي وليستهزاءكم في الدنيا الذي هو استهزاء في الظاهر ثم ذكر ما يكون بعد لقائه وبعد هذه المقولة وهذا الحوار بين المؤمنين والمنافقين أنه يضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور بسور ضرب بينهم أي بين الفريقين المؤمنين والمنافقين بسور هل الباء هنا هل الباء هنا يتم بها المعنى أو هي باء تأكيدية ولا نقول زائدة فضرب بينهم سور بني بينهم حائط جدار لا حاجة إلى التعدي بالباء لكن الله ذكرها هنا تأكيدا لأن كال بهم وأنهم ضرب بينهم تأكيد هذا الأسلوب وهو أبلغ ضرب لهم أو ضرب بينهم سور أو حائط أو جدار فتأتي الباء هنا مؤكدة للمعنى ومؤكدة للتنكيل والتبخيط بالمنافقين ولا يحسن أن يقال في القرآن زائدة لأن القرآن لا زائدة فيه إنما تقول مؤكدة جاءت مؤكدة للمعنى السور هو الحائط بين الجنة والنار وهو قول قتادة أو حجاب كما في سورة الأعراف وبينهما حجاب قاله مجاهد بن جبر رحمه الله وقيل من قال ارجعوا إلى الدنيا المراد بضرب السور أن عودتهم إلى الدنيا كضرب سور منيع لا يستطيعون من خلاله أن يرجعوا إلى الموقف فضلا أن يرجعوا إلى الدنيا أو أن يتقدموا إلى المؤمنين أو إلى الجنة والفوز المقيم وهذا والعياذ بالله من بالغ التنكيل بالمنافقين وجزائهم الرادع أي ضربته الملائكة بينهم بأمر الله عز وجل ضرب بينهم أي الملائكة ضربت أقامت عملت هيئت أوجدت أنشأت هذا الحائط وهذا السور بين المؤمنين والمنافقين ولما كان البناء مما يحتاج إلى ضرب شف التعبير بضرب كان قال بني عمل أوجد أنشئ لا الضرب نوع من التفنن في الصنعة والإبداع فيها وهو ما يحتاج إلى ضرب باليد أو الآلات عبر عنه بالضرب عبر عنه بالضرب من باب التأكيد على المعنى وأيضا الإبداع البلاغي والإعجاز البياني في القرآن العظيم ولهذا تقول ما تقول عملت الخيمة تقول نصبتها ضربتها ضربت لكم خيمة وهكذا في أي عمل يعمله الإنسان يعني كأنه يعمله فيبدع فيه ويحكم ويتقن ولا مجال لأحد يتعدى من خلاله البتة مثل ضرب الخيمة وهو إنما ضرب أوتاد دها بالمطرقة لكنه ضرب محكم بسور أي حائط بين الجنة والنار وسور المدينة حائطها المجتمل عليه لحفظها لحفظها وهذا لحفظ أهل الإيمان والوقيعة بأهل النفاق وقال بعضهم هو سور بين أهل الجنة والنار يقف عليه أصحاب الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يشرفون على أهل الجنة وأهل النار وهو السور الذي يذبح عليه الموت الموت إذا أفني الخلائق كلهم فإن الموت نفسه يذبح على هذا السور يراه الفريقان معا من المؤمنين والمنافق قرأ الجمهور فضريبا على البناء للمفعول ضريبا بينهم وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير مبنيا للفاعل أي ضرب بينهم والمراد ضرب الله بين المؤمنين والمنافقين سورا أو الملائكة وبعد ذلك في أقوال شاذة ذكرها بعضها للتفسير منها قولهم إن هذا السور هو الجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس والمقدس والحال والموقف لا يشهد لهذا المعنى لأن الحال يوم القيامة فليس هو المراد الذي في الدنيا والجدار المعروف في بيت المقدس وإن كان رؤية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم عبادة بن الصامت وابن عمر وكعب الأحبار وابن عباس ولعله قد لا يصح عنهم رضي الله عنهم عرضه ثم وصف سبحانه السور السور طبعا ليس أي سور ليس أي سور ضرب بينهم بسور له باب بسور له باب ضرب بينهم بسور له باب من صفاته أن له بابا يدخل منه المؤمنون ليكون السور بينهم باعتبار ثاني حالهم أعني بعد الدخول لحين ضربه وهذا السور أيضا وهذا الباب له باطن وله ظاهر باطنه الرحمة والنعيم والخير للمؤمنين الذي من جهة الجنة وظاهره من قبله العذاب والعياذ بالله وهذا من غاية التنكيل بالمنافقين حتى الباب تحولت جهته لهم عذابا والعياذ بالله وهذا من بديع صنع الله تبارك وتعال باطن هذا السور فيه الرحمة لأنه جهة الجنة وأهل الإيمان وباطنه وظاهره العذاب من قبله من جهته وجهة المنافقين وعنده العذاب لأنه يلي النار أي من جهته عذاب جهنم والعياذ بالله وقيل إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة والمنافقون يحصلون في العذاب وبينهم السور لأنهم يعذبون من تلك اللحظة يأتيهم العذاب فناسب أن يكون الجهة التي عندهم أو تليهم عذابا والعياذ بالله وقيل إن الرحمة في باطنه رحمة الإيمان نور الإيمان والعذاب الذي في ظاهره ظلمة ظلمة المنافقين وجزاء النفاق والمعنى أي فضرب الله أو ضرب بأمر الله ضربته الملائكة بين الفريقين حاجج وسور وحائط له جانبا يلي مكان المؤمنين جهة الجنة وهو الرحمة وجانب يلي المنافقين وهو النار التي فيها العذاب نقف عند هذا ونأخذ هدايات هذا المقطع لأن الحوار سيستمر ينادونهم وبعد ذلك يأتي الجزاء وكيف كانت الأجوبة من هؤلاء وأولئك لكننا نؤكد على أن من هدايات الآيات إثبات يوم القيامة وإثبات الجزاء للمنافقين وأنه من جنس عملهم والعياذ بالله ومن هداياتها التحذير من النفاق فإن هذه عاقبة أمره والعياذ بالله فيحذر المؤمنون وأهل الإيمان من النفاق بأنواعه أو حتى إطلاق النفاق على المؤمنين أو على الصادقين المخلصين فليتنبه المسلمون لذلك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمن إثبات أيضا أن الموقف يكون فيه نوع من الحوار والنتيجة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق ليكون هذا حافزا للمؤمنين وجزاء لهم وداعما لهم وتشجيعا وليكون تبخيتا وتبكيتا للمنافقين حتى يحذر من عملهم كذلك إثبات الجنة وإثبات النار وإثبات يوم الحشر أهمية الإيمان لأن انظرونا نقتبس من نوركم ونور الإيمان والقرآن الذي يضيء للعبد يوم القيامة في ظلمات يوم القيامة نعم نعم مش بعد من الهدايات نعم فيما قرأناه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب إثبات العذاب حتى في يوم الموقف قبل النار وقدرة الله عز وجل العظيمة في هذا السور الذي يبنيه الملائكة بأمر الله عز وجل لأيضا تحقيق السلامة للمؤمنين وتحقيق العذاب للمنافقين هذا ما تيسر من هدايات الآيات الأحاديث حديث الرابع من كتاب الصلاة باب المواقيت من كتاب عمدة الأحكام فضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة أحسنت سنتناول في هذا بإذن الله شرح الحديث وتخريجه وأيضا ما فيه من معاني ومسائل وأحكام فأقول مستعينا بالله عز وجل هذا الباب في كتاب الصلاة من باب المواقيت وهو امتداد لحديث جابر الذي ذكرناه سابقا في بيان المواقيت وهو الآن معنا حديث آخر في بيان مواقيت الصلاة وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة وأخرجه الترمذي في السنن في أبواب الصلاة وأخرجه النساء في سننه في كتاب المواقيت وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الصلاة باب وقت صلاة الظهر والمصنف والمصنفون في الحديث يستشهدون بهذا الحديث إما في المواقيت عامة أو في تبويب بعض أوقات الصلاوات فانظر مثلا إلى بن ماجه والنساء وضعوه وبوبوا له في باب وقت صلاة الظهر من كتاب الصلاة ويأتي الترمذي مثلا فيستشهد بهذا الحديث في باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها فكل النظر إلى معنى من معاني هذا الحديث وأبو داود في باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها وهكذا يختلف رواة الحديث في ذكر هذا الحديث في كتبهم وأبوابهم والحديث صحيح واضح لله الحمد ومنه كما خرجه البخاري ومسلم وأهل السنن الرواة أبو برزة الأسلم الصحابي الجليل غلبت عليه كنيته أبو برزة الأسلمي الكونية أحيانا تغلب على الإسم وهذا كثير منها أبو هريرة رضي الله عنه وهنا أبو برزة كذلك اشتهر بكنيته واختلف في اسمه فقيل هو نظلة بن عبيد وقيل نظلة بن عبد الله وقيل نظلة بن عائذ الخلاف في اسم والده لا في اسمه هو أبو برزة الأسلمي الأسلمي من بني سلامان ابن أسلم بطن من الأزد وقيل هو نظلة بن عبد الله بن الحارث بن حبال بن ربيعة والأول أشهر أسلم رضي الله عنه قديما وشهد فتح مكة ومن مناقبه أنه هو الذي قتل ابن الأخطل الذي كان متعلقا بأستال الكعبة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أمر بقتله فقتله أبو برزة رضي الله عنه قتل عبد العزة بن خطل تحت أستال الكعبة يوم الفتح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لنكايته بالمؤمنين غزى أبو برزة مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الغزوات منها غزوة خيبر وسكن البصرة وله بها دار وعقباء يعني له ذرية وحضر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتال الخوارج بالنهروان وورد المدائن في صحبته ثم غزى خراسان ومات ومات بها في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهم سنة ستين وهنا في المراجع من الصحابة في معرفة الصحابة كتابان مهمان ينبغي على طالب العلم ولاسيما الباحثين في الماجستير والدكتوراه أن يذكروا ويرجعوا إلى كتب التخصص فكتب تراجم الصحابة ليست كالتراجم الأخرى فلها كتب معينة ومخصصة ومستقلة منها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ومنها كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ومنها كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة ومنها كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم هذه على طالب العلم أن إذا رجع إلى ترجمة صحابة أن يرجع إليها لا يرجع إلى كتب التراجم العامة وإلا بيجد مثلاً في تاريخ بغداد وبيجد في البداية والنهاية وبيجد في الأنساب وبيجد في الأعلام التراجم والطبقات لكن الدقة في معرفة الصحابة من ألف بهم بخصوصهم كالحافظ بن حجر رحمه الله والحافظ بن عبد البر وغيرهم قال هذا الآن أبو برزة وهذه يعني فائدة في البحث العلمي في معرفة الصحابة رضي الله عنهم الحديث عن سيار بن سلمة بن سلامة سيار بن سلمة قال أتيت أنا ووالدي لأبي برزة الآسلمي لنسأله فمعناه سيار هذا تابعي تابعي وهو أبو المنهال البصري المتوفى سنة 129 تابعي من بني رباح ابن يربوع ابن حنظلة بطن من تميم واثقه يحيى بن معين والنساء وغيرهما وروا له الجماعة كما مر معنا فيما ذكرناه سابقا مفردات الحديث يصل المكتوبة الآن أبو برزة يبين الأوقات أوقات الفرائض الأوقات المكتوبة المفروضة المكتوبة الألف واللام في المكتوبة للاستغراق فكأن الحديث في جميع أوقات الصلوات ومواقيتها ولهذا جاء أبو برزة رضي الله عنه بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من سؤال سيار بن سلامة فهم منه العموم عن أوقات الصلوات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قال إجابة على سؤاله قال كان يصلي المكتوبة يعني الصلوات المفروضة كلها ثم بدأ بها وقتا وقتا فبدأ بوقت الظهيرة وهنا قال كان يصلي الهجير والهجير والهاجرة والظهر والظهيرة هي من أوقات صلاة الظهر قال كان يصلي الهجير في حذف أليس كذلك يلاحظ أن في حذف فالصلاة الهجير للصلاة فكأن المراد كان يصلي صلاة الهجير حين وقد تقدم معنا في حديث جابر أن الهاجرة والهجير شدة الحر وقوته قال ابن فارس في مقاييس اللغة والهجر والهجير والهاجرة أو الهجر والهجير والهجير والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر وكلام أهل اللغة يدور على معنيين في الهجير والهاجرة وحتى صلاة الظهر كلها تدور على المعنيين إما الهاجرة وهي شدة الحر وقوته بعد الزوال وإما الهاجرة وقت الإبراد أو وقت نصف النهار والإبراد إنما يبدأ في منتصف النهار عند تأخير صلاة الظهر ولك أن تجمع بينهما فتقول الهاجرة شدة الحر في نصف النهار أو نصف النهار عند اشتداد الحر وقوته وقوله كان قول أبي برزه كان يصلي كان ذي تفيد المداومة تدل على الدوام كان يفعل كان يقول سواء كان في الأحاديث أو حتى في غيرها في صفة الإنسان كان يعمل كذا كان يقول كذا كان يفعل كذا أنه يداوم عليه يدل على المداومة أو على الكثرة والتكرار وهذا هو الأغلب في الاستعمال كان فلان يفعل كذا وقد يقع كان لغير التكرار لكن وقوعه نادر في اللغة كان يفعل أحيانا فيجوز أو نادرا أو قليلا فالإطلاق في كان عند المداومة ويجوز أن تطلق أحيانا ولكن الأغلب في استعمالها ما يدل على الدوام ولعل هذا مما استشهد فيه الفقهة في بيان وقت الظهر في قوله كان كان يصلي الهجيرة التي هي صلاة الظهر التي تدعونها الأولى لاحظ الآن فيه عبارات جديدة عن حديث جابر هنا الهجير وهنا التي تدعونها الأولى وصلاة الظهر هي الصلاة الأولى لأنها تصلى أول النهار وقد حصل خلاف في ذلك بين أهل العلم هل الصلاة الأولى صلاة الفجر أو الصلاة الأولى صلاة الظهر والواقع أن صلاة الفجر إذا كانت تصلى في أول الوقت فإنها تصلى بليل وإن كانت يطلق عليها الصبح أما إذا كانت تصلى بغلس وهو أيضا بداية الصبح وتسمى صلاة الصبح والأمر في ذلك واسع بين أهل اللغة وكان خلاف أهل اللغة في تحديد الأوقات سببا من أسباب اختلاف الفقهة في تحديد الأوقات ومما يدل على أنها تدعى الصلاة الأولى أنها الصلاة الأولى التي صلى جبريل بها في صلاة الظهر حين أما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقات الصلوات فالوقت الأول الذي صلىه جبريل عليه السلام من نبي صلى الله عليه وسلم وإمامته له هو وقت صلاة الظهر نعم تأنيث الضمير التي تدعونها الأولى إما باعتبار الهاجرة وقت الهاجرة وإما باعتبار الصلاة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله والعيني في تفسير هذا المعنى هذا صلاة الظهر هذه الآن المعاني سندخل في الفقه عند ذكر المسائل والأحكام نذهب إلى المعنى الثاني صلاة العصر أو لازلنا في صلاة الظهر حين تدحض الشمس تدحض بفتح التاء والحاء والمراد به هاهنا زوالها يعني حين تزول الشمس عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق دحضت رجله تدحض دحضا ودحوضا إذا زلقت كأن الشمس كأنها حين تزول كأن ما هي تزلق وتدحض من كبد السماء ومقتضى هذا أنه كان يصلي الظهر في أول الوقت ولا يعارض هذا حديث الإبراد كما ذكرنا في الجمع بينهما وحديث جابر في أن الإبراد أفضل وأنه السنة وأن الصلاة في أول الوقت وفي الهاجر والهجير وحينما تدحض الشمس هو وقت الجواز لإحتمال أن يكون ذلك في زمن أيضا الإبراد أو عند فقد شروط الإبراد وهذا يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز وهذا ما ذكره شراح الحديث كالحافظ بن حجر وغيره قوله أخذنا قوله في صلاة العصر فيعود أحدنا إلى رحله رحله الرحل بالراء جمعه رحال يعني الدور والمساكن والمنازل يقال لمنزل الإسكاء الإنسان ومسكنه رحله ومنه حديث صلوا في رحالكم النداء بالصلاة في الرحال والدور حال نزول المطر كما في حديث أبي مليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم فهذا يدل على أن قوله يعود أحدنا إلى رحله أي إلى داره وسكنه في أقصى المدينة غايتها أقصاها آخرها غايتها والقصو والقصو البعد ومنه المسجد الأقصى والمكان الأقصى وهو الأبعد وهنا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من رحله أي حال كون ذلك الرحل كائنا في أبعد محل من المدينة هذا نزل في صلاة الظهر يعود الإنسان إلى رحله في أقصى المدينة وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أي أبعدهم قال يعود والشمس حية هذه في صلاة العصر يعود الإنسان يذهب في أول وقت صلاة العصر ويرجع إلى المدينة يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية حية هنا تعبير بليغ في الحياة وأن المراد بالشمس وهجوها لا زال لا زالت في حياتها واشتدادها وفي حياة لونها وقوة إضاءتها وقيل بقاء حرها ولونها قاله الخطابي وهو الأقرب أقرب من الإضاءة لأنه حتى اللون قد يكون هذا أحيانا في آخر الوقت والمراد والله أعلم حينما يأتي الإبراد أو يأتي تأخير الصلاة أو إتاحة الصلاة في أول وقتها أو وسطها أو آخره المراد بحياة الشمس قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة وذلك في صلاة الظهر لا يكون بعد مصير الظلي مثلي الشيء وإنما يصير بعد مصيره لمثله وحياة الشمس استعارة سلوب بلاغي من بقاء لونها وقوة ضوئها وشدة حرها وعدم مخالطة الصفرة لها هذا في وقت صلاة الظهر والعصر قوله ونسيت ما قال في المغرب من هو اللي نسي هنا أبو برزة ولا سيار تابعي الذي يظهر من السياق أنه التابع يظهر من السياق الحديث أن الذي قاله هو سيار ابن سلمة الرياح أحد رواة الحديث بينه الإمام أحمد في المسند في روايته عن حجاج عن شعبة وفيه والمغرب قال سيار في المسند نسيتها نسيت ما قال في المغرب وهو الأقرب لأن إذا تدرج التسلسل في العلم قد يكون النسيان من الأخير وقد لا يكون النسيان من الأول ولهذا هناك قول آخر أن القائل هو أبو برزة الأسلام رضي الله عنه الصحابي لأنه هو القائل كان يصلي الهجير ثم قال والمغرب نسيتها فكان من المناسب والظاهر لمعنى الحديث أن القائل هو أبو برزة رضي الله تعالى عنه والحمد لله المعنى ظاهر وواضح فيحتمل أنه الصحابي ويحتمل أنه التابعي فأبو برزة ذكر ما يتعلق بوقت صلاة المغرب ونسيه الراوي سيار وفي حديث جابر والمغرب إذا وجبت ثم قال في العشة التي تدعونها العتامة في بيان وقت صلاة العشة وهذا يعني أن العتمة في الظلمة في شدة ظلمة الليل بعد غيبوبة الشفق وهذا أيضا كناية على تأخيرها حينما يعتم الليل أن يظلم وأصله التأخير يقول أعتم بكذا إذا أخره وقال التي تدعونها إشارة إلى ترك التسمية بها وقد حصل خلاف بينها العلم في جواز ذلك والذي يظهر أنه لا بأس فيه لأنه يذكر أنه من باب ما يتعارف عليه ويذكرها الناس ثم ذكر بعد ذلك أنها العشاء لأنها كانت اسما للعشاء في الجاهلية وأيضا اسم لها في الوقت والوقت في الصلاة صلاة العشاء وقد اختلف في التسمية على قولين الجواز والكراهية الجواز وإليه ذعب الجمهور والكراهية وهو قول بعض الشافعية والمالكية لحديث لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل والراجح والله أعلم أنه إذا نظرت للغة والعادة فيجوز الوجهان وإذا نظرت إلى الشرع والصلاة فالأولى أن تسمى العشاء كما سمى القرآن قال الله عز وجل من بعد صلاة العشاء وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحاديث وإنما ذلك ذكر أبو برزا بما كانوا معتادين عنه ومنه أنهم يسمونها العتمة ولهذا قال التي يدعونها العتمة أو تدعونها العتمة والنهي نهي كراهية وكراهية تنزيه وإنما غلب ذلك بفعل الأعراب تقييد صلاة الظهر بقوله التي تدعونها للإشعار بتعليل تقديمها في أول وقتها وتقييد العشاء بقوله التي تدعونها العتمة الظهر التي تدعونها الأولى هذا دليل على أن التقديم هو الحال السائغ والمعتبر والجائز والدائم في الظهر وتقييد العشاء بالعتما هذا دليل على تأخيرها وأن الأفضل تأخيرها أما العصر والمغرب والفجر ففيها أيضا نوع خلاف في بعضها وإن كان الأولى تقديمها ومنها تقديم الظهر إلا لإدراك سنية الإبراد لأن اهتمام التقديم والتأخير في الظهر والعتمة أولى لعلنا نكتفي بهذا القدر سائلنا الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين نسأل الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفق ولاة أمرهم لكل خير إنه جواد كريم وأن يشملنا وإياكم ووالدين والسامعين والحاضرين والمتابعين عن بعد أن يشملنا ببركات هذه الدروس وهذه الحلق وأن يشملنا برحمته ومغفرته وأن يجعلنا من أهل رضوانه وجناته إنه جواد كريم ووالدين والمسلمين أجمعين إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته